البنتاجون مثقل اقتصاديا بدعم حليفين في حربين إسرائيل وأوكرانيا تقول صحيفة بوليتيكو إن إرسال قطاع بحرية إلى السواحل الإسرائيلية استنفذ بعضا من مخصصات البنتاجون ما قد يؤثر سلبا على حسابات العمليات والصيانة الحالية لوزارة الدفاع المتحدث باسم البنتاجون لم ينفي هذه المخاوف خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا كما تعلمون فإن أموال التدريب وأموال التشغيل والصيانة تأتي من أموال مختلفة وبما أن الأمر يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط فإننا نقوم حاليا بتأمين تلك المتطلبات النقدية من الحسابات الموجودة بالتمويل الذي تم توفيره الإدارات العسكرية أجبرت الآن على إعادة تقييم متطلبات العمليات الحالية والمستقبلية فواشنطن باتت علقة بين دعم حربين أوكرانيا منذ سنتين وحرب إسرائيل في غزة لم يحدد البنتاجون حتى اللحظة تكلفة المساعدة المقدمة لإسرائيل بل ما هو مؤكد أن المساعدات لن تقدم بنفس الزخم لأوكرانيا ليست نفس الطريقة التي نقدم بها المساعدة لأوكرانيا سنقدم رقما دقيقا يعكس بدقة ما نقدمه لإسرائيل فيما يتعلق بتمويلنا مستقبلا طلب بايدن تقديم مساعدات النقدية تقدر بـ 15 مليار دولار لإسرائيل فيما لم يوافق الكونغرس بعد خاصة أن ميزانية البنتاجون للعام المقبل لم تقرر حتى الآن غيداء السالم العربية